وحبيب مشتابي يسميني يشفاعي يا الله صلو عليك اللهم صل وسلم وبارك عليك اللهم صل وسلم وبارك عليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكل مشاهدينا وحلقة جديدة من برنامجكو بالدعي مبارح كنا بنتكلم في موضوع مهم جدا هو قناعة قناعة اللي لو نجحنا إننا نكتسبها فعلا هنرتاح وحياتنا هتبقى سعيدة بجد بس كالعادة ما الحقناش نخلص الكلام فابا رحب بضيفي الشيخ أحمد الملكي من علماء الأظهر الشريف أهلا بك يا شيخ أحمد آمين يا رب ربنا يسطرنا جميعا ويسطرك يا شيخ أحمد ويفتح لنا سكك وأبوه بالرز يا رب طيب شيخ أحمد إحنا مبارح بدأنا الكلام عن القناعة وعن الرز وعايزين هارضة ونكمل الكلام القناعة هي إيه؟ كنز اللي يفني هي الرضا الرضا الاستغناء بالموجود وترك التشوف إلى المفقوم أيها صح وشرحنا الكلام طبعا عارف دايما يقولك اللي هو الرضا زم أنت بتقولي فالراضي بكفاية المكتفي اكتفى فاشتفى يعني نحن نرضى من الآخر كده طيب خير الحمد لله وصلي ومه وصلي ومه وصلي ومه وبرك على سيدنا ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليم الكفير رما بعد اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله تم من لهم ما به بدأتنا ولا تسبنا اللهم ما عطيتنا اللهم أمين طبعا القناعة احنا قلنا الاستغناء بالموجود اللي ربنا تبارك وتعالى كتبه لنا وإده لنا ولا نتطلع إلى شيء مش موجود معنا الآن احنا بناخد بالأسباب لكن ما يكونش كل همك اشمعنا فلان معاه وانا عاوز أبقى زي فلان فممكن تجيب المال من حل ومن حرام هذا أصلا ما ينفعش لكن للإنسان وذلك سيدنا أبو حاتم رحمه الله ورضي الله عنه يقول كده يقول من أعظم المواهب التي أعطاه الله عز وجل للإنسان هي القناعة يكفي أن الإنسان دائما في راحة ولا يدخل مداخل السوق لأن الإنسان اللي بيتشوف دائما وعمال ينظر لده وينظر لده ممكن عاوز يجيب المال بأي طريقة فيجيبه بقى بالحرام يجيبه بالنص بيجيبه بالاحتيال إنهم يبقى عاوز فلوسه خلاص بأي طريقة لكن لما دخلوا على الحسن البصري رضي الله عنه الحسن البصري في يوم كده لأوه بيأكل عيش ودقة يعني فالمشي يعني الحسن البصري يأكل عيش ودقة هذه جمعه وخلاص يعني وده رزقي هجيب منين تانيا الحمد لله بيأخذ بالأسباب وربنا قسام لده فبيقولوله طيب يعني يعني إيه قال يا جماعة الحمد لله أنا رضيت فقدمنا أطايب الطعام إلى الآخرة نحن قدمنا أطايب الطعام إيه إلى الآخرة والسيدة عيشة رضي الله عنها بتقول يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما شبع آل محمد من خبز وشعر قط صلى الله عليه وسلم إنما خبز وزيت يعني بل ما شبع النبي صلى الله عليه وسلم من الخبز وزيت وأحيانا كان يوقع في بيت النبي لا يوقع في بيت النبي صلى الله عليه وسلم النار طب بتعيشوا على إيه قالت على الأسودين التمر والماء طيب هو عشان كان فئير النبي لا ده قصة تانية النبي عمره ما كان فئير أبدا صلى الله عليه وسلم إنما كان النبي غنيا صلى الله عليه وسلم لكن كان إيه لكن كان زيدة والأدلة على ذلك متوترة كثيرة جدا ممكن ناخد فيها حلقات وإحنا بنتكلم كيف كان غنيا صلى الله عليه وسلم دي حاجة فيا جماعة إحنا اللي معانا فبنقول اللهم لك إيه اللهم لك الحمد كان دايما وإحنا كده الولد كان يعلمنا كده المسألة القناع فبيقول يا سلام اللقمة العيش اللي معانا دي أحيانا كنا ناكل كده الخبز ونسيبه على الحفة دي بيبقى ناشف مثلا أو حاجة يقول ده أنتوا بتتدلعوا أوش ده ده رضا كبير جدا من ربنا تبارك تعالى ده إحنا كنا بنجيب الماء كده من النيل كده ونقعد نشرب من ماء كده ده رضا أنتوا متعرفوش النعم اللي ربنا أعطاها لنا شوفوا الناس اللي مش لقيا لعيش ده يعني شوفوا الناس اللي مش لقيا لعيش ده فبنبص المكبرنا اتعلمنا كلام النبي عليه الصلاة والسلام الانسان بقى اللي هو كده فينظر إلى من هو أسفل إيه إلى من هو أسفل من وما ينفعش اللي أنا أنظر إلى من هو أعلى من耶 يعبد أليه فهو يعني أحرى أن لا تزدروا يعني تحتقروا نعمة الله تبارك وتعالى الانسان لما يبدأ يبص على النهاية يقول إيه 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 إش مهن أنا وهكذا يعني وبعدين ربنا تبارك وتعالى هو الرزاق ذو القوات المتين كما قال ربنا تبارك وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم بقول أيها الناس لازم تعرف كده وترضى بما قسمه الله عز وجل فهو أنا لو رضيت بما قسمه الله عز وجل لي تكن أغنى لإيه تكن أغنى الناس الحاجة التانية لابد أن تعلم تقول الحمد لله باللي معاي بس المهم المال ده انت جايبه من حلال وأنفقته في إيه لأنك انت هتسأل طب هأسأل على إيه على كل المال اللي دخل لك وإحنا عندنا فرق بين الرزق والكسب الكسب هو إيه أستاذة كل مال دخل مليون جنيه في حياتي دي كلها هتسأل على المليون جنيه ده اسمه كسب طب أنا صرفت منهم قد إيه رزقك كم منهم قد إيه اللي هو مئة ألف خمسين ألف طيب أنا أحسب على الرزق ولا على الكسب على الكسب على الكسب عشان كده لا تزول قدم ابن آدم أو لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة أو قدم عبد يوم القيامة حتى يسؤال عن أربع أو خمس خمس رؤية الترميز أيضا فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول عن ماله من أين اكتسبه وفيما إيه من أين إيه اكتسبه فكل اللي دخل لك ده فأنا يعني أنا لو مدت دلوقتي وتركت فلوس أنا هسأل عنها هتسأل عنها يوم القيامة وهذا بالحضرتك فالناس تبقى لازم تعرف كده يا جماعة إن المال ده بالراحة كده يعرف أنت المال جاي من حلال ولا مش من حلال ثانياً بتنفقه فيه لأن سيدنا النبي قال كده هتسأل جبتوا منين طب وأنفقتوا فيه وبعدين تعالي بقى إحنا عندنا ثم لا تسألونا يوم أذن عن الإيه نعيم نعيم يعني ده المال ده نعيم آه طبعاً ما هو نعيم فربنا هيسألك عن المال فلازم تخب بلك من المسألة دي سيدنا النبي بقى بيقول أيها الناس تقول الله أجميله في الطلب وما فيش نفس ده سيدنا النبي اللي يقول كده لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها خلص ما فيش نفس يقولون كده محدش بيموت كده جعان كله ربنا قسم الأرزاق لأنه ربنا قال وما من دابة في الأرض إلا على الله إيه إلا على الله إسقوى فلذلك السلف رضي الله عنه أنا عاوزي بقى عندي قناعة انظر لكلام السلف يعني شوف السلف وشوف سد النبي صلى الله عليه لما دخل عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكان نايم على حصير فأثر الحصير في جنب النبي صلى الله عليه وسلم فبكى عمر فقول له ما يبكيك يا عمر وهم في الحلية والحلل ما شاء الله ده لبسين دهب وعايشين في أسوره وابتاعه أنت رسول الله ويبكي عمر رضي الله عنه قال أما ترضى أن تكون لنا الدنيا ولهم الآخرة أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة فسيدنا عمر النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يعني هون عليك إيه يا عمر يعني مش بالطريقة دي إحنا لا نجري وراء الإيه وراء هذه الدنيا ومع ذلك كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يحث الناس على التجارة ويحث الناس على الكسب ويحث الناس على المال بس ده على قدي على قدي بقى لا تتشوف إلى المفقوط دي حاجة ولذلك عمر ابن قيس عليه رحمة الله يقول فيه أربع آيات أربع آيات في القرآن طول ما أنا بقرأهم كده لا أبالي على بق ما أصبح ولا أمسي والحمد لله ده نعم من ربنا أول آية ما يفتح الله للناس من رحمتهم فلا ممسك له وما يمسك فلا مرسله لهم من بعد ربنا مش مديك ده هتعمل إيه والله لو اتنططوا بيت إرد ما أمش هيجي لك حاجة الآية التانية اللي هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيبوا به ما يشاءوا من آيات إلى آخير الآية التالتة اللي هو وما من دابة في الأرض إلا إلا على الله يرزقه الآية الرابعة سيجعل الله بعد عوث يسر وهكذا طيب إحنا معنا تريفون ونرجع نكمل كلامنا أم عبد الرحمن أهلا وسهلا أيها حبيبتي تفضلي سمعيك عليكم السلام عليكم عليكم السلام كنت عايزة تسأل حاجة عليكم تفضلي حب الدنيا دوائي أو أخذ يعني الدنيا تاخذ الإنسان غصر عنه بحكم التزاماته وبحكم المستوريات العلي فهو يعني منساق في الدنيا أنت بتكلمي على حد معين ولا إيه عليك أنت نفسك آه آه ها أنت بتقولي إيه إن الواحد بتاخده أحياناً الدنيا التزامات والشغل والحياة يعني فبيحب الدنيا حب الدنيا واللي انشغل بيها اللي انشغل بالدنيا وحب الدنيا الهق على الصلاة آه برقب من الواحد مش عايزي أكيدا بيشغل عن الصلاة يعني بتقطعي في الصلاة مثلا لا بتزغل في الصلاة في الصلاة يعني أنت بتصلي لكن بتشغلك وانت بتصلي آه لكن ما عارض ميش يا حبيب تعلي ربنا هو لا شك الله عز وجل قال إنما أمالكم أولادكم فتنة والله عنده أجر إيه أجر عظيم ولا شك أن الإنسان عايش في هذه الحياة لا شك أنه سينشغل بهذه الحياة يعني نحن كبشر ننشغل بهذه الحياة ننشغل بأمر الرزق مع أنها عندنا يقين وعقيدة أن الرزق بيدي الله تبارك تعالى لكن النفس البشرية بتحاول طيب أنا عندي إيه وإيه الواجبات اللي علي وإيه الأمور المطلوبة مني وعندي أسرة وعندي أولاد وعندي إيجار بأدفع كل أول شهر وعندي مية وعندي كهربة وعندي كأزها وعندي 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 فالإنسان بيبقى مشغول بالقضايا دي وهو مشغول بهذه القضايا بيحاول ياخد بالأسباب لكن في نقطة طول ما أنا بأخد بالأسباب ومشغول بالمسائل دي مش مشغول اللي أنا عندي شك هي جاية ولا مش جاية أنا على يقين أن الرزق جاي خلاص بس بأخد بالأسباب طول ما أنا بأخد بالأسباب أنا بأخذ حسنات طول ما أنا بأخذ بالأسباب أنا بأخذ حسنات بمعنى أنا شغال ليه؟ عشان عمدي إيجار أول شهر طب أنت بتشتغل عشان مع حدش يجي فعشان أولادي يبقوا ساكنين في مكان كويس وبتاعها بتاخد أجر بتاخد حسنات وبشتغل عشان أدفع الكهرباء اللي بنور بيها لأولادي دي عشان يعرفوا يذكروا يعرفوا يقرأوا القرآن ويعرفوا يقوموا يصلوا بالليل ما بقاش يخبطوا في بعض بالظلمة بتاخد حسنات يبقى إذن الفلوس اللي أنا بنفقها بنفقها على مين؟ على نفسي وبعدين بنفقها على مين؟ على أهلي وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول أعظم الصدقة دي نار أنفقته على نفسك ثم على إيه؟ على أهلي فالناس يا جماعة ما تخافش من المساعدة دي ده أنت كل خطوة بتعملها بتاخد إيه؟ بتاخد حسنا اقلب بس العادة إلى عبادة يبقى أنا بأعمل كل ده عشان أخد حتى اللقمة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول حتى اللقمة تضعها في مرأتك يعني مش هاعد أكلها لا وأنا بجيب الأكل وهي قاعدة جنبي على الصفرة وبتاعها وبتأكل وكل حاجة ده من باب الإيه؟ اقلب من العادة إلى عبادة كل ده بتاخد عليه بتاخد عليه أجل بس في نقطة الدنيا ما تشغلناش عن الطعام ولذلك قالوا كده لَا بَرَكَ اللَّهُ فِي عَمَلٍ يُلْهِي عَنِ الصلاة فيقول لك أصل العمل عبادة والصلاة عبادة نقول حلوة أوشي بس الصلاة موقتة إن الصلاة كانت على الموقت كتابا إيه؟ موقوت وسيدنا الإمام مالك ودي نقطة مهمة جدا إحنا عندنا الوقت الوقت في مذهب المالكية أهم من الطهارة إزاي الكلام ده؟ الإمام مالك لما بواب أول لما نفتح كتاب الموطأ في الإمام مالك عليه رحمة الله الإمام مالك ما عندهش مقدمة في الموطأ فيبدأ على طول كده باب وقوت الصلاة باب وقوت الصلاة لماذا بدأ بباب الوقت ده؟ قالوا لأنه أهم بمعنى يا جماعة أنا لما خلاص غصب عني مش بدلع وقاعد والوقت إيه؟ الوقت مهم جدا نبي يقول ما بين هزين وقت ما بين الظهر ده وقت لازم تحافظ عليه وبعدين أي الأعمال أحب إلى الله؟ يا رسول الله قال الصلاة إيه؟ لوقتها أو على وقتها الوقت اللي هو من أزان الضوء لأزان العصر فالإمام مالك رحمة الله أقول لك الوقت مهم جدا لدرجة إنه لو تزاحم خروج الوقت يعني يا إما أتوضى شوفي هتوضى دلوقتي ولو توضيت خرج لإيه؟ خرج الوقت أعمل إيه؟ يقول له إنقل على طول على البدل إيه البدل؟ أن تتيمم ثم ثم تصلي لإن الوقت أهم بس ده الكلام ده في حالات يعني محددة يعني حالات طبعا أنا أتنا مش بنقمنا بقول له أنا محدش تدلع يعني لا لا واحد ده بغصب عنه كده وقام فاضل خمس دقايق على الشروع والشمسة تطلع يعمل إيه؟ يقول له ما تقعدش بقى تقول والله بقى هتمضمن تلات مرات واخسل وشك مرة وإيدك للمرفقين مرة وامسح راسك مرة وعمل الفرائد بس مرة واحدة وادخل في الصلاة على طول ادخل في الصلاة وقل سبحانه رباه العظيم مرة واحدة وسبحانه رباه المهمة أدرك ليه؟ لابد أن تدرك الوقت فواحد يقول لك لا أنا بشتغل وهيجي بقى في آخر الليل كده وتعوى ورحمي جمع كل الصلاوات كده إيه؟ أصل عمل يا مولانا عبادة أقول له أنت بتاخد زنوب أشاء الله في آخر الليل برضا كل ده وإنت عملت ضيع الصلاة لذلك لابارك الله في عمل يلهي عن الإيه؟ يلهي عن الصلاة أصل مش لقي سجادة سجادة ورق خدها معي بعملين دلوقتي ورق كرتون أنا حططها في شنطتي دايما كده افرش وصلش في الشارع والله العظيم وأنا جاي كده شايف الناس اللي هم الصناعية اللي ربنا يبارك فيهم يا رب العمال اللي شغلين في الطرق دول والله بيسجدوا على الأسفل على الطريق بلاحد عاوي يصورهم بالله من الفرح ده ما شاء الله بيصلوا كده وانتو الناس بتشوف وده ما شاء الله مدينة الإنتاج وهم وشين كده العمال كده يروح الله وجه يصلوا طب بتصلوا عليه على الأرض قصد يا جماعة ده وقت ينزلوا من العربة يصلوا فيا يا جماعة الدنيا خد بالأسباب وكل الأسباب بتاخد عليها إيه؟ بتاخد عليها حسنات يعني بتاخد ثواب فبتشتغل وطلع عينك بتاخد ثواب حسنات خلاص بس ما تضيعش الإيه؟ الوقت ما تضيعش الوقت زي حد ما سيجي في رمضان يقول بص بقى يعني اشتغل ينصوم ما فيش حاجة اسمية نشتغل ينصوم لأ تشتغل وتصوم طبعا يعني يعني اشتغل ونصوم إزاي يعني؟ الله قال لك اشتغل وقال لك الصيام لازم تصوم طبعا أيام معدودات ما ينفعش تقول ده يا ده وقد بالحضراتك وهكذا يعني طبعا وإحنا بما أنك جبت سيرة السيام يعني يا شيخ أحمد فإحنا بنفكر تاني كل بقى مشاهدين أن احنا في أيام جميلة ومفترجة وفي شهر رجب وأن احنا الكل اللي عليهم أيام لازم يبدأوا يصوموا الأيام اللي فاتت عليهم فضل تقريبا خمسين يوم على رمضان فعندنا بقى رجب وشعبان نصوم بقى ان شاء الله كلنا مع بعض كده كمين وخميس ونعوض اللي فات وناخد سواب السنة ده السؤال ده أساسي ومهم وبيجينا على طول أنه مثلا أنا دلوقتي علي أيام من رمضان اللي فاتت وصوم مثلا بنية اتنين وخميس صوموا بالنيتين ما فيش مشكلة بنية تراجب بنية التلات سيام البيت وأحط كمان نية تعويض الفرد اللي عليهم ينفع النيتين طبعا هذا رأي هذا قول لبعض أهل العلم وشارك في ذلك المالكية عليهم رحمة الله فيش مشكلة خالص والسيوطي رأيه كده كمان اللي احنا نجمع بين الايه بين النيتين فده ما فيش مشكلة خالص فيها بس احنا بنقول للناس المرأة بقال عليها الصيام وهكذا طيب واحدة يا أستاذة بس عشان بس في نقطة كانت حامل ودلوقتي مرضى ومع لها أيام ودلوقتي الطبيب يقول لها مش قادر والله انت مش هتقدر تسوقش تعمل ايه خلاص ولا تزعالي خالص خالص نهائي لما ييجي رمضان الجاي بعد رمضان ان شاء الله ممكن تقضي او تخدي بالرأي رأي ابن عباس وابن عمر اللي انت تطعمي عن كل يوم عن كل يوم مسكين وهذا رأي لان المسألة دي فيها خمس اقوى فاحنا بندي بالرأي الايسر عاوزة تنتظر لغاية لما رمضان جيدة يدخل عليك بسلامة الله وان شاء الله وربنا يكلمك وتقولي خلصت رضاعة وشدتي حيلك تقضي ما عليك طيب هل اقضي واطعم لا اقضي بس وخلاص او تروح عاملة ايه تروح مطلعة عن كل يوم اطعام مسكين قد ايه ده بنكلم عاشر خمس اشر جنيه في اليوم تقريبا كده ما يعادي الحاجة زي كده وخلاص وربنا ايه وربنا يتقبل ان شاء الله والفلوس بتطلع فلوس عادي مش قاسمنا واجبات اه بس في نقطة تطلع فلوس للفقراء والمساكين اه طبعا يا جماعة تطلع تاني تطلع للفقراء والمساكين لانه ربنا قال طعامه مسكين خلاص فانطلعها للفقراء فاحد يقول لي انا بخدها ورح حطتها في صندوق الجامع اقول له لأ استنى صندوق المسجد ده مكتوب ايه علي بيكتبوا كده مش مكتوب علي حاجة ما تحطش شوف جنبك الفقراء والمساكين وحديهم ديهم فلوس تروح تجيبلهم بقى رزوا واكلوا وفتاعوا وطعيمهم براحتك زي ما تحب فما فيش مشكلة خلاص لكن واحد يقول لك انا صندوق المسجد ده وبحط ايه بتحط فين الصندوق بيعملوا بايه يروح حطنوا بقى للي مش عارف ايه وهنا ويجيبوا كرسي وبتاع لا ده للفقراء يعني حاجة كويسة ان هم في الجامعة يحطوا الفلوس في حاجات مختلفة لكن انا دلوقتي احنا بنتكلم على نية الاطعام انا ما بنقولش حاجة واشة ده دلوقتي انا بتكلم على ان في مساجد تروعاملة كده ده يا جماعة لالاطعام وده للكفارة مخصصين ده كفارة وده للمسجد صندوق التبراءات للمسجد اللي هو عم باعي نشتري للمبة هنعمل مش عارف كذا هن مروح بايزة بتاع او علاج او جهاز فلو هو حطت الصندوق ده احط فيه خلاص وربنا يكيرا ده من تواثق يعني واثق انا في المسائل دي مليون خط بحط تحتها يا جماعة لابد الإنسان يكون على يقين على بينة ان المال ده يخرج فين يخرج في مكاني في الطريق السليم بتاعه واخد بال حضرتك وهكذا يعني فينفع اللي احنا نجمع بين النيتين ايوه يجمع ان شاء الله بين النيتين ولكي لأجره ان شاء الله بإذن الله الحاجة التانية ان المرأة المرضع الآن ومش قادرة تصوم طيب نععد ننتظر إلى عليك كام يوم والله انا كان تقريبا علي تلات ايام علي خمس ايام نععد وقول خلاص انتظ مش قادرة دلوقتي مش قادرة دلوقتي قبل رمضان بخمس ايام يبقى دخل واجب عليك دلوقتي اللي انت تصوم بس يا سيدنا الشيخ مش قادرة طب قادرة تلات ايام ومش قادرة يومين تصومي تلات ايام واليومين ان شاء الله بعد كده التقضيه معادي ان فيش مشكلة خالص طيب ربنا يقدرنا واحنا هو لسه خمسين يوم فنبدأ من دلوقتي للسيام وايام جميلة بجد والسواب طبعا نضاعف وربنا يتقبل مننا جميعا ونتعود كمان على سيام رمضان خاصة ان اللي احنا دخلين في شعبان شعبان ده قصة تانية شهر يغفل وعنه اللي ايه الناس اللي هو بين رجب ورمضان خلاص احنا بنصومي اتنين وخميس بنية ايه بنية اتنين وخميس ده نقطة مهمة اصلي في ناس يقولك ايه صيام رجب هو لم يرد في شهر رجب صيام يعني الا اللهم الا انه من الاشهر الحروب ويستحب ومن السنة صيام الاشهر ايه الصيام في الاشهر الحروب لكن النبي مخصص شهر رجب بصيام خلاص لكن احنا نقدر ناخد نوايا كتير يعني زي ان الصحابة وغاردنيات يعني انا اقدر اصوم اليوم بنوايا كتير جدا سوم يوم يوم لا اقصد يعني مثلا زي ما حالي بتقول مثلا انا ممكن اقول ايه انا نويت ان انا اصوم اتنين وخميس مثلا عن كل الايام اللي انه مثلا تعويض مع النواية سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي شهر رجب وانه يوم اتنين اه وانه يوم اتنين او جاي موافق 13-15 الايام مجبئة او تلات يام مجبئة او انه هو من ايام شهر رجب وهو مثلا من اشهر الحرم او من ايام شهر شعبان وهو شهر مبارك اول يوم من السنة كمان الصيام اول يوم في كل اول عشر تيام دي ناس ممكن مكتمونش عارفها يعني يوم واحد من الشهر الهجري يوم واحد يوم واحد وعشرين يوم واحد وعشرين يوم واحد وعشرين يوم واحد وعشرين من السنة اللي انت تصول ده تلات يام بغدابة الحضب فلا انتي احنا صحابة تجاريات تجاريات فاحنا بننوي وبنصوم وان شاء الله حد بقى يقولك اصله هذا لا ياجز وهذا يعني خلاص احنا عندنا اقوال واخذنا بقول من الاقوال عشان نرايح الناس ومن دياء شويسع لا طبعا هو الفقهاء عليهم رحمته الله كل قول له دليل يعني لما جاء أقرأ أقوال العيمة يعني مثلا هو نما بقول يا جماعة الحامل اللي هي فطرة دي بسبب الحمل أو المرضى دي ده قول مين قول ابن عباس مين ابن عباس ده عبد الله بن عباس اللي هو مين حبر هذه الأم خلاص كده وقول مين تاني عبد الله بن عمر اللي هو مين عبد الله بن عمر بن الخطاب يعني ومين تاني وقولي سعيدي بن جبير رضي الله عنه ومين تاني سعيدي بن المسيب علي رحمته الله إيه ده يا أخوال الأئمة كتيرة جدا وأخوال كثير من الصحابة كمان فهيجي واحد يقول لي لا أنا ما باخدش برحتك أنت ما تاخدش لكن ما تغفرش على الناس إن هم ما ياخدوش نتكلم على إيه على تطعام يعني إن هي بدل ما تصوم تطعم آه 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 معينا تليفون أستاذ علي أهلا وسهلا أهلا بك السلام عليكم عليكم السلامة فضل حضرتك دلوقتي أنا اسماتي الشيخ بيقول إنه هو ما فيش فلوس تحط في المسجد أو تطلع الفقرة مباشرة لا هو ما قالش كده بزبط بس كمل بس كمل آه وبعد كده في عندنا مشروع معمول فرن بلدي العيش بتاعه ده بيطلع لليتامة والمساكين والفقراء هل يجوز أننا حط الفلوس في الفرن ده آه طبعا أدام هو فقراء ومساكين وطالع الحاجة دي للفقراء والمساكين حضرتك بتكلم على فلوس صدقة عموماً ولا بتكلم على فلوس الإطعام بتكلم على صدقة بتكلم على صدقة لا فلوس صدقة صدقة عدين صدقة عدين نعم يطلعها للفقراء والمساكين خلاص وبنقوله احنا بنحط في المسجد واحد يقولك انا مش عارف فقراء والمساكين بحط في صندوق الجامع اقول له خلي بالك السنة دي بيبقى مكتوب عليها ده للإطعام ده للفقراء ده للصيانة المسجد فحطه في صندوق بتاعه اللي هو مخصص ليه اللي هو الفقراء والمساكين احنا بنتكلم على ايه على كفارة على النقطة دي الناس اللي صام ما صاموش ايام في رمضان وجاي رمضان اللي جاي فيقدروا يحطوا بدل الصيام فلوس اطعام انت بقى عاوز تتصدق عاوز تتصدق وانتو عاملين فرن ربنا مبارك فيكم للفقراء والمساكين واليتام لا تصدق وان شاء الله لك اجر بإذن الله كمان خلاص يبقى تتصدق ولك الاجر لان ادام ده مخصص الريع او العيش ده او الخبز ده رايح للفقراء ورايح للمساكين ورايح لليتامة فان شاء الله فالاجر عظيم بإذن الله تبارك وتعالى تمام احنا ننضح بس النقطة دي ان الشيخ احمد ما قالش ما تقطوش في المسجد لا هو بيكلم على نقطة واحدة اللي هي كفارة الاطعام كفارة الاطعام للفقراء والمساكين اه فبيقول ان احنا نتحر النهاية علشان دي اطعام يبقى ايه تروح للفقراء والمساكين للاطعام اطلحها بيدي اطلحها فلوس او اطلحها اطلحها بيدي علشان دي الايام اللي هي ما تصامتش بتاعت رمضان او لو في صندوق مسجد يبقى اقول لهم او اتأكد ان الصندوق ده رايح للفقراء والمساكين او حاجة تانية او حاجة تانية انا قاعد في بيتي وعملت اكل مثلا وجبت مثلا عشر فقراء وكلوا شبعوا بتاع انا عملت اللي علي او عملت اللي علي خلاص طيب هو لما بطلع الاسرة دي وفي نقطة مهمة انا هطلع مثلا عن كل يوم عشر جنيه الاسرة دي فيها كم فرد فيها تلاتة فدتهم تلاتين يبقى انت كده شلت كم يوم تلات تيام ده فيها سبعة فدتهم سبعين يبقى انت خدت كم يوم كده سبعة تيام من اللي علي لان في ناس بتقيق فهم غلط اللي هو الاسرة دي اديها عشر جنيه يا لسه انا عليها عشر طيام لسه هدور على تسع أسر كمان لأ تسع أفراد الاسرة دي فيها عشرة اديهم وهكذا ربنا يتقبل من الجنيه يا رب شيخ أحمد بشكرك في نهاية فقرتنا جدا ربنا يكرم بشكرا دي ومشاهدين خليكم معينا بعد الفاصل موسيقى وصلنا معاكم مشاهدين مالفقرة الخير اليومية برعاية مؤسسة سوقها الماء للأسف للأسف كده في زنوب وفي صغائر ممكن تبني ان هي حاجة يعني بسيطة لكن للأسف مع الاسرار عليها على طول الواحد يفضل يعملها على طول وكتير فتبقى كرسة كبيرة مثلا لو واحدة ماشية في الشارع وانت عمال تبص عليها وتتأمل فيها وتبص وتتكلم وتبص وتشوف فانت مش ببالك ان دي حاجة حرام المفروض طبعا انك تغد البصر عنها ازاي وليه دا اللي هنعرفه مع ضفناء الشيخ أحمد علوان من علماء الأصدر الشريف اهلا بك الشيخ يا مرحبا سيدة عزيزة حضرتك اهلا وسهلا الله يبارك فيك احنا النهاردة عايزين يعني نقول نحط كده ايدينا على حاجة مهمة جدا ان دي ممكن حاجات الناس تفتكرها حاجة عادية وهي تأمل لهم زنوب او نقط صودة يعني في القلب بعد شوية لحد لما القلب ايه يبعت كده عم ربنا او يموت فاحنا عايزين نحط ايدينا عليها علشان خاطر نساعد بعض انه محدش يقع في زنوب كبيرة وهو مستصغرها مثلا بسم الله الرحمن الرحيم بنكمل الاعمال التي تظل صاحبها والعمل دي رقم عشرين ان لما ذكر الامام البيهقي في شعب الايمان ان سيدنا موسى عليه السلام سأل ربه سبحانه وتعالى قال له يا رب ومن اهلك الذين يستظلون بظلك يوم لا ظل الا ظلك ذكر ثلاث حاجات الالئك الذين لا تنظروا اعينهم الى الزنى ولا يبيعون اموالهم او في اموالهم الربى ولا يتقاضون على احكامهم الرشى اولئك لهم طوبة وحسن مال دي ثلاث حاجات اللي يعملها يكون من الذين يستظلون بظل عرش الرحمن يوم القيام اللي هو يغض بصره او لا يفعل جريمة الزنى لان الحاجة اللي توصل للزنى هي البصر البصر بريد الزنى كما يقولون وكذلك الذي يتعامل بربة او الذي لا يتعامل بربة هذا يظله الله سبحانه وتعالى يوم لا ظل الا ظل والحاجة التالتة الذي لا يأخذ الرشوة من احد دي ثلاث حاجات لكن خلينا نركز النهاردة في الحاجة الاولى اللي محتاجة حلقات وفقرات وكلام كتير اوي انه هو الزنى يعني احنا طبعا الزنى اكبر مساهل للزنى والخطوة اللي توصل للزنى بسهولة هي العين تمام لو احنا اتكلمنا عن الزنى علشان نبين خطورته الاول ونبين انه هو كبيرا من الكبير ونبين انه هو جريمة ونبين انه هو عار ونبين انه هو اقبح حتى من الشرك بالله سبحانه وتعالى ونبين انه هو حاجة اللي كل الديانات السماوية تحدثت عنه وحرمته باتفاق سواء كان الزنى والاشراك بالله وقتل النفس ثلاث حاجات جاءت الاديان السماوية تحذر منها وذلك حتى ربنا سبحانه وتعالى في صورة الفرقان لما بيتكلم عن عباد الرحمن بيقول والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون يبقى الثلاث حاجات دي يعني الاقتراب منها يعني جريمة وكبيرة وحاجة يعني حتى الزنى نفسه يعني المحمد بن حنبل بيقول ما وجدته شيء اعظم بعد قتل النفس او بعد الاشراك بالله من الزنى تمام والزنى اذا كان هناك قبله اخطر حاجة منه الكفر بالله سبحانه وتعالى الا انه بيقولوا ان الكفر الذي يفعله ما يعيرش به لكن يعير بالزنى انت عملت كذا حتى لما ربنا سبحانه وتعالى تحدث عن سيدنا ابراهيم عليه السلام وعن والد سيدنا ابراهيم سيدنا ابراهيم والده كان كافرا سيدنا نوح امرأته كانت كافرا وابنه كانعان كان كافرا سيدنا لوط كانت امرأته كافرا لكن لم يعير سيدنا ابراهيم بكفر ابي ولم يعير سيدنا نوح بكفر امرأته ولا بكفر ابنه ولم يعير سيدنا لوط بكفر امرأته وضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتا هما الخيانة هنا مش خيانة عرض ولا خيانة شرف خيانة هنا خيانة الدين باتفاق العلماء أنهما كانت كافرتين حتى سيدنا عبد الله بن عباس يقول ما خانت امرأة نبي النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما فيش امرأة تخنزقها في الفراش ولا في العرض أبدا حتى يقول الفطرة السليمة تأبى هذا العمل السيدة هندي بنت عتبة وكلنا يعرف هذا لما جاءت تسلم وتبايع النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أبايعك على ألا تشركي بالله شيئا ولا تسرقي ولا تزني فاستعجبت كده وقالت أوتزني الحرة يا رسول الله معقول أن في واحدة تزني أوتزني الحرة بس تعجبت من ده كان يقولون سيدنا عثمان وسيدنا أباكر صديق لم يشرب الخمر في الجاهلية وما زنيا أعرف عنه في الجاهلية سيدنا عثمان وسيدنا أباكر صديق لا شربوا مرة خمر ولا أربوا منها ولا فعلوا جريمة للزنة طبعا كان عند قريش وفي الجاهلية كانت حاجة كده عاديا لو قلنا بقى إيه الأسباب التي تؤدي إلى جريمة الزنة ثلاث حاجات مهمة أوي بعد ما نصلى على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أول حاجة إطلاقوا البصر وحالك وتقولوني أبا ما نطلع هو خلي الشباب يعيشوا فأنا قلت آه يعيشوا بس يغضوا بصرهم لأن إحنا برضو لما نتكلم حنتكلم عن شقين مهمين أوي هو يقول لك ما هي اللي طلع كده ما أنا ما قدرش أمسك نفسي الخطأ هنا خطأ مشترك إنه هو أطلق العنانة لبصريه فنظر وبعدين العجب العجاب إنه هو ممكن دلوقتي يعاكس البنت يعاكس البنت المحجبة وممكن يعاكس المنتقبة كمان هو مش شايف منا حاجة بس هو خلاص أصبح زئب بشري مش فارق معا بها هي محجبة مش محجبة بيعاكس وخلاص ومش شايف منا حاجة فهو مطالب بأن يغض بصره وهي أيضا مطالبة بأن تحتشم تمام لأن في نقطة إذا خرجت الفتاة أو المرأة من بيتها متبرجة فهذا داعي لأن ينظر إليها لإيه الرجال ينظر إلى الشباب وده مش مبرر إنه هو يطلق بصر لا هو مطالب بأن يغض بصره لأن ربنا سبحانه وتعالى قال قل للمؤمنين يغض من أبصارهم ويحفظ فروجه إبن أنت مطالب مطالب إنك تغض بصرك طيب لو المرأة خرجت متبرجة تأخذ وزر من ينظر إليها تان إذا خرجت الفتاة ومن بيتها متبشعرها مكشوف يعني يقال عليها متبرجة مش عايزين بأن تكلم في تفاصيل يقال عليها إنها متبرجة وكل واحد ينظر إليها هي تأخذ وزره وهو كمان يأخذ ذره وهو طبعا وهو كمان يأخذ وزر لأنه مطالب إن يغض بصر طيب لو هي خرجت محجبة ومحتشمة وهو بصلها هو يأخذ وزر وهي ليس عليها وزر بل هي تأخذ الثواب وتأخذ الأجلي لأنها التزمت بعبادة لأنها نفذت أوامر الله سبحانه وتعالى ولم تخالف يبا هي حتى لو كل حد بصلها وقال ما شاء الله ربنا يحفظك هي تأخذ حسنات لمن ينظر إليها لكن لو هي خرجت متبرجة تأخذ وزر من ينظر إليها فهنا ممكن بها برضو نعمل تاكة هنا لو ميت واحد شافوها وهي متبرجة تاخد ميت سيئة لكن هو الرجل يعني أو الشاب هو اللي احنا مثلاً بنكلم عليه النهاردة هو فرض عليه أنه هو يغض البصر طبعا كل الأحوال طبعا سواء هي بقى متبرجة ولا محجبة لازم يغض بصرها أي أن كان شكلها طبعا ده أمر من الله سبحانه وتعالى كل المؤمنين يغضوا من أوصاره ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبيرهم بما يصنعون وحنتكلم في حلقة أخرى تفاصيل موضوع غض البصر وليه ربنا سبحانه وتعالى قال يغضوا من أبصاره ما قالش يغضوا أبصارهم لكن لما تكلم عن الفرق قال ويحفظوا فروجهم قالش لي ويحفظوا من فروجه طبعا ده فرق برضو لغة بي هنتكلم عنه يبقى الحاجة ممكن تأدي لزنة إطلاق البصر وأمر الله سبحانه وتعالى ينبغي أن يحقق وهو كل المؤمنين يغضوا من أبصارك أحب أدحك حضرتك في الموضوع ده كان فيه واحد الزملاء بيلقي محاضرة عن التفكر في مخلوقات الله وكان قعد شباب وبنات فخلص المحاضرة وبعد كده خرج فلأ شابه بيبص على بنت فيابن بتعمليه قال له بتفكر في خلق الله بيبص على بنت يعني اللي هو برضو إيه النظرة الأولى لك والتانية عليك ممكن يعود في النظرة الأولى خمس داي عشر دولك دي النظرة الأولى لا المقصود بالنظرات الأولى النظرة الفجاءة أن أنت ماشي كده وفجأة لقيت حد اصرف بصرك أنت يعني ولذلك حتى لما ربنا سبحانه وتعالى قال يغضوا من أبصارهم بعض العلماء قالوا يقصدوا بغض غض من الأبصار هنا أنك في حاجات أنت مغلوب على أمرك فيها ولذلك قال يغضوا من أبصارهم لأنك ما ينفعش تمشي يقافل عينك أنت طبيعة تمشي فممكن تقع عينك على واحدة مع الدين فإصرف بصرك عن هذا يبقى الأمر الأول الذي يؤدي إلى الزنة إطلاق البصر طب ليه ليه إطلاق البصر لأنك أنت لما تشوف حاجة وتركز فيها سواء كان على الموبايل سواء كان صورة سواء كان فيديو سواء كان حدي ما يشوف الشرع سواء كان على شاشة تلفزيون أو على أي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي وإنتركزت في هذا يثير غريزتك ويحرك شهوتك فتبدأ تفكر الزنة اللي ممكن يقربك للزنة لأ وممكن البصات دي أو النظرات دي هي بتأذي نفسيا يعني مثلا لو واحد قاعد وكل بقى بنت أو ست رايحة أو جاية عمال يبص يبص عليها من فوق اللي تحت واحد هو ماشي ما بيبص كده عينه سيجي في عينه واحد عمال يبص كده بيحس انه كأنه بيقتلني صحيح يعني إحساس وحش جدا يعني الجد يعني اللي هو بيخة يعني وانا بيبص من فوق اللي تحت كده على الواحد وهو ماشي لا يعني بجد هو يعني بالفطرة هو أكيد بياخد زنوب بزنوب كلامي يعني هو بيأزي نفسيا صحيح صحيح لا وبعدين يعني سمح لنفسه أن يفعل ما يغضب الله سبحانه وتعالى وبعدين في حاجة ربنا سبحانه وتعالى إدك النعمتين دول لربنا سواء سمهم كريمتين أو سمهم حبيبتين لكن انت ما صنتش الحبيبتين ولا الكريمتين انت أطلقتهما في معصية الله سبحانه وتعالى فأنت مسؤول يعني استعملت النعمة في أنك خد تزنوب إن السمعة والبصرة والفؤادة كل أولئك كان عنه مسؤول طيب نطلع في وسط ونرجع نكمل كلامنا خليكم معينا مشاهدي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر موسيقى 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 اهل امريكو مشاهدينا واحنا موجودين معاكم النهاردة في مدينة سيدي براني في محافظة مرسى مطروح انا موجودة مع مؤسسة سقيا الماء انتوا عارفين انا بحب انزل بنفسي واشوف المصدقية واشوف الشغل على الارض انا جيت معاهم النهاردة علشان نستلم بير صدقة جارية على روح عمر شلتوت اخو الاعلامي والفنان واخونا فلا وصدقنا تامر شلتوت طبعا حاجة صعبة اكيد لكن في نفس الوقت هي فرحتها وجمالها ان هي صدقة جارية وان هي تروح كده لعمر ان شاء الله وتغير حاله من حال احسن حال يا رب وربنا يرحمه ويغفر له ويصبرهم ويبرد قلبهم يا رب احلى حاجة في الدنيا الصدقة الجارية وانا بحب قبار مؤسسة سقيا الماء واول مرة انزل معاهم الحقيقة يعني هنا في مرسى مطروح واشوف البير بنفسي تعالوا نشوفه معنا تامر البقاء لللاف عمر اخوك الله يرحمه الله يرحمه يا رب انا بشكرك دعا ان انت موجودة معنا المهاردة وبشكرك لتعبك معنا بايا انا بشكرك جمعين سقيا الماء على السرعة لحياة في تنفيذ هذا بير واممكن لما يكون عندنا حد وحد ورعب مننا والشخص ده انت عايزة تعمله اي حاجة ومش في ايدك حاجة تعمليها غير الدعاء او الصدقة ودي الصدقة الواحد يكون بهادي بها اخوة او يا رب ربنا يتقبل احنا كلنا يعني بنيدي عني ربنا يتقبل منها دي الصدقة ان شاء الله بحثت ربنا الكبيرة يتقبل مننا يا رب امين يا رب امين فان البير وبالسرعة دي تم تنفيذ ونشوف زي دوهاك كنت بتوري كل سلم شاهدين ان هو بيخدم منطقة فقط البير ده هو مصدر مايا الوحيد ليهم فتحس ان انت عارفة تعمله حاجة وسبحان الله سبحان الله يعني البير ده اتواجد النهار ده ودعيد مدكو يا الله يا الحمد فتحس ان ربنا وفقنا في هدية دي ربنا يتقبلها يا رب يا رب طبعا احنا هنا في صحرة وفي بيوت موجودة ففي سيدي براني طبعا في مرسى مطروحي البير طبعا ده بيخدم كل البيوت للمنطقة دي ان شاء الله ربنا يتقبل منكم وزي ما بنقول ان الصدقة والجارية دي هي اهم حاجة يعني الواحد المفروض زي ما بنقول نعملها كمال لنفسنا واحنا عايشين ونعملها لكل حبايبنا اللي سبقونا صح 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 ان شاء الله نتجمع في الجنة يعني يا رب يا رب يا رب يا رب هو فعلا يعني دي الهداية اللي بتكمل في الدنيا وفي الاخرة دي الهداية اللي تهدي بيها حدا اللي يتكمل عاب في دنيته وفي اخرته انا لسه بتكلم معاك قبل ما نتصور احنا ممكن بنعمل حاجات كتير لناس كتير بيهمونا امرهم مين اللي هيعمل لنا واحنا ما نعرفش مين اللي هيعمل لنا سبحان الله وقص العمر دي لاب سن ولا حد عارف يعني سبحان الله عمري كان صغير شبه صغير حبيب وهو فعلا ملهاش مقياس وملهاش اي شيء هو اللي اجتهاد من الله عز وجل سواب الدعاء والصدقة في الصدقة اهم شيء الصدقة ويا رب ربنا تقبل هذه الصدقة وانا بشكورك الدعاء وبشكر جماعة سقيا الماء وبشكر كل واحد كان ليه دور الهداية دي توصل الاخوي الله يرحمه يا رب ويا رب ربنا يا رب اكتبه في ميزان حسناته امين يا رب في ميزانك وربنا يكرم مؤسسة سقيا الماء وانا حبيت اكون موجودة النهاردة معاك كده انا بشكورك الدعاء واحب اقول لكل المشاهدين ان ياريت كل يدعي العمر شطوت الله يرحمه ودعي التامر والمانتو والأخوه وانهم يعني ربنا يصبرهم ويبرد قلبهم ان شاء الله نجمع كلنا يا رب في الفتاة الاعلى يا رب كلنا وكل اهلنا وكل الناس اجمعين يا رب ربنا يرزقهم يعني حسن الخاتمة يا رب اللهم ارزقنا حسن الخاتمة شكرا 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 شكرا